نبتزي دلوقتي مع حضرتكم الأخبار اللي حصلت أمبارح ومن أهمها سيادة رئيس عبدالفتاح السيسي عقد اجتماع أمبارح تابع في جهود وزارة العدل في التطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة وسرعة الفصل في قضايا المواطنين المتدولة بالمحاكم أعرب سيادته عن تقديره لجهود القضاء في سرعة إنهاء قضايا محاكم الأسرة ووجه كمان بفتح فروع جديدة للشهر العقاري وإتحتها بالفترات المسائية اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل للتطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة وسرعة الفصل في قضايا المواطنين المتداولة بالمحاكم وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على عملية التطوير الشامل لمنظومة التقاضي وتعزيز أداء المحاكم على مستوى الجمهورية ومردود ذلك على إنجاز القضايا المتأخرة وإنهاء تكدسها خاصة في محاكم الأسرة حيث تم الانتهاء من الحكم في حوالي 309 ألاف من قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 والتي أصبح يتبقى منها حوالي 100 قضية فقط منظور حاليا أمام المحاكم وقد أعرب السيد الرئيس عن تقديره لجهود السادة القضاء في سرعة إنهاء قضايا المواطنين والتطلع إلى الاستمرار في نهج هذا الأداء الكفء الذي يحقق العدالة الناجزة والسلام المجتمعي كما استعرض المستشار عمر مروان نتاج عمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي لإصدار قاعدة البيانات التشريعية القومية والذي استمر طوال سنتين وذلك لتصنيف وتنقية القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء وكذلك لاتفاقيات الدولية وبيان ما هو ساري منها واستبعاد من تهى العمل بها أو تم إلغاؤها وأيضا ضم أي التعديلات إلى القوانين الأصلية لها حيث أصفر هذا الجهد عن تصفية منظومة قوانين الدولة ليصبح عددها 618 قانونا من أصل 17,049 والاتفاقيات الدولية تبلغ 1997 من إجمالي 4,366 مع وضع إطار مرن للتعامل المستقبلية مع تلك القوانين يتيح التعديل والتغيير الفوري عند إلغاء أو صدور تشريعات جديدة وعلى نحونا يمنع تكرار الوضع القديم المتكدس للقوانين وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير العدل عرض أيضا أبرز محاور تطوير منظومة التقادي خاصة ما يتعلق برفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات لسيما محكمة الإسكندرية الابتدائية حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد باستمرار المتابعة والمراجعة الدقيقة لضمان الحفاظ على مستوى أداء التطوير الإنشائي والتقنية الذي تم في مقر المحاكم فضلا عن سرعة الانتهاء من إنهاء الأعمال الخاصة بتطوير مجمع محاكم الجلاء وكذلك تشكيل لجنة هندسية لمعينة المبنى التاريخي لمحكمة باب الخلق وإعداد تقرير عن حالته الإنشائية إلى جانب تعزيز التعاون بين وزارتي العدل والاتصالات لسرعة ميكنة المحاكم الابتدائية ومحاكم للسناف وتابع السيد الرئيس كذلك جهود وزارة العدل لإعداد مجموعة من الخبراء من وزارة الأوقاف والأزهر ودار الإفتاء وذلك للاستعانة بهم في قضايا ازدراء الأديان فضلا عما يتم من تأهيلهم من الناحية القانونية للتعرف على أركان الجريمة وما يلحق بها من ظروف أخرى كما استعرض السيد وزير العدل جهود تطوير منظومة الشهر العقاري حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة فتح فروع جديدة للتوثيق وإتاحة العمل بها خلال الفترات المسائية لتلبية احتياجات وظروف كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية والتيسير عليهم وزير الخارجية سامح شكري رئيس مؤتمر كوب 27 عمل مؤتمر صحفي على هامش قمة المناخ يوم أمس قال في هذا المؤتمر أن فيه عدة دول قدمت بالفعل التزامات لدعم مواجهة تغيرات المناخ ولكن هناك ضرورة للتحرق بشكل جماعي من أجل توفير الدعم المالي لتعويض الخسائر والأضرار النتيجة عن التغيرات المناخية خلينا نشوف جزء من هذا المؤتمر الصحفي لرئيس هذا المؤتمر إن نظام الأولئة الأمم المتحدة والدورة التي تلعبه لمكافحة أطر المناخ والأمين العام هو تكسيد هذا العمل السيد الأمين العام وفاريق رئاسة كوب 27 وهيئة UNFCC يستمرون في مناقشتهم وتم إحراز المزيد من التقدم ويتضح لنا أنه في هذه المرحلة المتقدمة من عملية كوب 27 لا يذال هناك من القضايا التي لا زالت مفتوحة والتي يتم مناقشتها بين الأطراف في 87 نوفمبر التقى قادة العالم وقدموا دعما كبيرا للجهود الدولية لمكافحة أطر المناخ والتكيف مع تأثيراته وهذا يؤكد أن الدول ملتزمة ولديها الإرادة بتلك القضية وقدمت تعهدات والمزيد من الالتزامات لدعم مكافحة المناخ وهذه الالتزامات تحتاج أن يتم تنفيذها وبالأمس واليوم كنت أحضر المشاورات بين الأطراف المختلفة واشتركت في المناقشات المباشرة مع الأطراف المختلفة وبعض المناقشات كانت إيجابية وبناءة وبعضها لم تعكس الإدراك المتوقع للتحرك بشكل جماعي لمواجهة الحالة الطارئة للأزمة المناخية برنامج عمل التخفيف لديه الكثير من النتائج وبالنسبة للتكيف هناك الكثير من العمل الذي لم يتم بعد ونحاول أن نجسد القضية فيما تعلق بالقسارة والضرر فإن الجميع الأطراف تحاول أن تتخذ الإجراءات السياسية اللازمة لهذا الشأن هناك القضايا المتعلقة بالترتيبات الخاصة بتمويل الخسارة والضرر لمواجهة الطارئ المناخي وأعتقد أن المزيد من الجهد يجب أن يتم بعده من كل الأطراف في هذا الشأن وهذا سوف يقدم الأساس الذي يسمح لنا لكي نستجيب بشكل فعل للطلب الملح لتوفير الدعم المالي اللازم لتعويض الخسارة والضرر ونحن نؤكد على ما تم تأكيد عليه من خلال الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسة الافتتاحية في نوفمبر 7 حيث أن العالم أصبح ساحة للعروض الخاصة بالبؤسة الإنسانية وهذا يجب أن ينتهي الآن وليس غدا من جانبنا فإن رئاسة كوب 27 تعمل ليلة ونهارا لتسهيل الوصول إلى نهايات قاطعة لكل القضايا أدعو كل الأطراف أن تتخذ كل الخطوات اللازمة للوصول إلى النتائج والاتفاقات المرغوبة العالم ينتظر لتأكيد الجدية الخاصة بهذا الشأن وأدعو الأمم جميعها لكي تلاقي وتقابل طموحة شعوبها وشكراً كمان مبارح كان فيه أخبار وأحداث كتير أبرزها لاجتماع العقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لاستعراض المخططات الخاصة بتطوير حديقة الحيوان وحديقة الأرمان في الجيزة كمان متابعة الأنشطة للجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتجديد الثقة في مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية لمدة أربع سنوات في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت مبارح منها الاجتماع اللي عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لاستعراض المخططات الخاصة بتطوير حديقة الحيوان وحديقة الأرمان في الجيزة وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية تنفيذ مشروعات التطوير لتعظيم الاستفادة من حديقة الحيوان وحديقة الأرمان وإعادة إحيائها كمناطق مفتوحة ومساحات خضراء بتعد متنفس للمواطنين الزائرين لها من مختلف مناطق الجمهورية وخاصة حديقة الحيوان واللي بتمثل جزء من مورسنا الترفيه على مدار أجيال إمبارح التقت دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لاستعراض عدد من ملفات العمل وأوضح رئيس الوزراء أهمية هذا اللقاء اللي بيأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أعمال المعينة للأراضي الفضاء غير المستغلة في المناطق المختلفة وسبل استغلالها إمبارح برضو تابع الدكتور مصطفى مدبولي أنشطة جهاز تلمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بداية من يناير 2021 والحد سبتمبر 2022 وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن حدم التمويل اللي قدموا الجهاز خلال الفترة دي بلغ نحو 5.2 مليار جنيه منها 5 مليار جنيه سهمت في تمويل 155 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاحت حوالي 262 ألف فرصة عمل إلى جانب نحو 247.5 مليون جنيه لتمويل مشروعات في مجال البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب أتاحت عشرات الألاف من فرص العمل اليومية إمبارح جدد رئيس مجلس الوزراء السقة في مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية وأصدر قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد حسين شحاتة السبكي لمدة أربع سنوات قادمة